تناثرت الشائعات بعد اختفاء مثير لبعض الشخصيات العامة والمؤثرة عبر التاريخ وكان لهذا الاختفاء ملابسات واحدة ثم سابقة أدت لذلك ربما بسبب علاقة أو موقف ما فاختفى هؤلاء إلى الأبد ولم تظهر جوثة بعضهم حتى الآن اليوم نتعرف على بعض من هذه الحالة عندما عاد جاري بوتلر إلى المنزل وجدت طفليه البالغين من العمر سنتين واربع سنوات وحدهما في المنزل أدرك جاري أن شيئا ما غير طبيعي وغير صحيح وعندما بحث عن زوجته تريسا لم يجد لها أثار في المنزل كما أنه لم يكن من عادة تريسا أن تترك الأطفال وحدهم وتخرج قام جاري بالاتصال بالشرطة فورا وبدأت الشرطة بالتحقيق بشكل فوري لكن لم تعتل الشرطة على أي دليل لصراع حدث داخل المنزل أو أي عملية اختطاف أو مقاومة لمختطف كما أن الطفلين لم يعرف كيف وماتة اختفت أمهما فبدأ الأمر كأن تريسا اختفت بدون أي آثار بشكل فجائي عندما دققت الشرطة وبحثت بشكل مفصل تم اكتشاف أن بعض الأغراض قد اختفت من المنزل ولكن هذا الاكتشاف لم يساعدهم بل زادهم حيرة من أمرهم لأن تلك الأغراض لم تكن عبارة عن أمور قيمة أو غريط الثمن بل كانت كاميرا تصوير فيديو مصباح بطارية وهاتف شخصي لتريسا وبلاي ستيشن وجهاز استيريو والغريب في الأمر أن خواتم تريسا لم تمس وبقيت في نفس المكان الذي تضعه فيها كذلك فإنها لم تأخذ المعطف وهذا أمر غريب بالأخص في ذلك اليوم البارد من أيام الشتاء الأمر الغريب الآخر أنه بعد اختفاء تريسا فإن هاتفها أجر اتصالين إلى أرقام لا يعرفونها وعندما ردوا على الهاتف لم يسمعوا صوت أي شيء في الطرف المتصل وإلى الآن بقيت قصة اختفاء تريسا غير مفهومة وغير محلولة ولا يزال جميع أصدقائها وأفراد عائلتها يبحثون عنها كان راي كريغار المدعي العام في منطقته حتى عام 2005 عندما اختفى بشكل غامض كان قد اعتاد أن يأخذ طرقا جانبية ليستمتع بمشاهد الطبيعة أثناء عودته من العمل في أحد الأيام اتسل راي بصديقته ليخبرها أنه سيصل إلى المنزل قريبا وأنه يسلك إحدى تلك الطرق الجانبية ليستمتع بالمناظر الطبيعية لكن بعد مضي 12 ساعة لم يصل راي إلى المنزل قلقت صديقته عليه بشدة وأخبرت الشرطة عن اختفائه بعد البحث اعترت الشرطة على سيارته في إحدى المواقف وكان بداخلها هاتفه الخلوي لكن الكمبيوتر المحمول الخاص به كان غير موجود وهنا قد شكت الشرطة أن راي قد انتحر أن مكان وقوف السيارة كان قريبا من جسر قديم على نهر وفي السنة السابقة قام أخ راي واسمه روي بالانتحار هناك فاعتقد المحققون أنه ربما قام راي بالانتحار أيضا مثل ما فعل أخوه ولكن بعد الفحص الدقيق للمنطقة والنهر الذي يمر الجسر من فوقه لم يتم العثور على أي جتة أو دليل على انتحار بعد مرور ثلاثة أشهر وأثناء قيم أحد الصيادين بسياض السمك تفاجأ بأنه التقط كمبيوتر محمول بدلا عن سمكة فسلم ذلك الكمبيوتر إلى الشرطة بالطبع كان ذلك الكمبيوتر هو كمبيوتر راي لكن بعد فحصه وجدوا أن قطعة الذاكرة التي تخزن فيها المعلومات كانت قد أزيلت منه قبل رميه في النهر بعد مضي شهرين أخرين عثرت الشرطة على الذاكرة الخاصة بهذا الكمبيوتر مرمية بالقرب من المنطقة لكنها كانت متضررة تماما ولا يمكن استخراج أي معلومات منها لكن الأمور بدأت تأخذ تجاه أكثر غربة بعد أن بحدت الشرطة في كمبيوتره الثاني في المنزل وجدت أنه كان يبحث عن المواضيع التالية كيف تدمر ذاكرة الكمبيوتر؟ كيف تمحي المعلومات بشكل نهائي من ذاكرة الكمبيوتر؟ الضرر الذي يلحقه الماء بالكمبيوتر المحمول؟ حاولت الشرطة ربط اختفائه بأحد القضايا التي كان يعمل عليها والمتعلقة بجريمة جنسية لأحد مساعدي مدرب فريق كرة قدم لكنهم اكتشفوا أن وقت تقاعد رأي كان قريبا جدا ولم يكن حتى بإمكانه أن يتابع تلك القضية قبل انتهاء مدة عمله وخروجه إلى التقاعد بعد الوصول إلى هذه النتائج المحيرة والمتناقضة لم يكن بوسع أي شخص حل لغز اختفاء رأي وتم اعتبره ميتا في عام 2005 الأمير لويس كان الأمير لويس يعتبر مخترع القرن التاسع عشر وكان قد تخصص في آلة الكاميرا وما يتعلق بالتصوير حتى أنه كان سابق عصره وكان أول من اخترع فيلم صور متحركة حقيقي كان هذا الأمير الفرنسي نابغة في عصره وكان في طريقه ليصبح أحد أكثر الفرنسيين شهرة بعد نابليوم لكن لماذا لم نسمع عنه؟ الجواب لأنه اختفى من القطار بكل بساطة أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعرض اختراعاته كان قد استقل القطار أثناء تلك الرحلة اختفى الرجل مع أمتعته دون ترك أي دليل على كيفية حصول ذلك فتشى رجال الشرطة السكة الحديدية على طول خط سير ذلك القطار في تلك الرحلة ولكنهم لم يعتروا على أي جثة وحتى أمتعته أو أي شيء يتعلق به وبعد التحقيق مع الركاب أخبر الركاب أنهم لم يروا أي شيء غير طبيعي ولم يسمعوا أي صوت صدر من غرفة الأمير لويس في تلك الرحلة ولم يكن هناك ما يشير إلى اختطاف ولم يشاهد الركاب الأمير قد خارج من غرفته مع أحد وبعد فحص الغرفة وجدت الشرطة أن كل نوافت كانت مغلقة ومقفولة من الداخل بدأ الأمر كأن الأمير مع حقائبه قد تبخر في غرفته في تلك الرحلة ولم يتم العثور على أي حل للغز اختفائه إلى الآن اختفاء في الغيمة في الحرب العالمية الأولى زعم ثلاث جنود وثلاث من أعضاء شركة نيوزلندية كانت تعمل في ميدان الحرب أنهم شهدوا اختفاء لكتيبة كاملة حيث قرر جنود المرش العسكري المرور بغيمة بجوار تلة في مضيق سفلة في تركيا وكان الجنود يسيرون بثبات واختفوا تماما ولم يعثر على أي أثر لهم عندما انتهت الحرب طلبت الحكومة البريطانية الأتراك بإطلاق صراح الجنود إلا أن الحكومة التركية أصرت على أنها لم تعتقل أي جندي بريطاني اختفى القاضي المعروف جوزيف كارتر عام 1930 في اليو يورك لسبب غامض وكان عمره حينها 41 عاما مثلت حادثة اختفاء كارتر في هذه الأثناء هوسا بين المواطنين حيث قال الناس إنه خرج ليقابل عشيقته واختفى إلى الأبد وبالفعل كان كارتر ذاهبا ليتناول العشاء مع عشيقته الفنانة الاستعراضية سالي لوريتس ثم ركب سيارته ولم يذهب في معاده وعلل البعض سبب اختفائه لعلاقته بعشيقته والتي اختفت هي الأخرى بعد وقعة اختفاء كارتر مباشرة قرر 114 شخصا تأسيس مستعمرة انجليزية في جزيرة يروانوك عام 1587 وبدأت مناوشات مع السكان الأصليين بالجزيرة وبعد عامين تم إرسال القائد جون وايت للإطمئنان عليهم فوجد أن المستعمرة تم تفكيكها وأن 114 شخصا قد اختفوا تماما ورجع البعض اختفاءهم إلى أنهم قتلوا أو ماتوا جوعا وآخرين قالوا إنهم ذهبوا للعيش مع الهنود في أماكنهم الخافية بالجزيرة شكرا على المشاهدة إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل علينا باقتراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في قناتنا قناة ملفات غامضة لتصلك فيديوهاتنا اليومية والرائعة